الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما لك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال الحمد لله رب العالمين كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وغنى العظم مني واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا فهبري من لدنك وليا يرثني ويرث من آل عقوب وجعله رب رضيا يا زكريا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا وكانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا قال رب جعلني آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأرحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاته وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام ابن عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخلت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأغب لك غلاما زكيا قالت أن لا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء أهل المخاض إلى جذع النخلة قالت قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فنادها من تحتها ألا أتحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين آمين وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكني واشربي وقري عينا فإما أترين من البشر أحدا فقولي فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دنت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمتعون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاخترف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأغصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبي يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ما لا يسمع ولا يبصر ولا يؤني عنك شيئا يا أبت إني قد جاني من العلم ما لم يأتيك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لن تنتهي لأرجمنك وهجرني مريا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شخيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعود وإياك نستعين إدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أمين أمين إنه إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووغبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا علييا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا الله أكبر الله أكبر الله أكبر فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشغوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ميت نسا فأخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنهضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها أصريا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها أجثيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها أجثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بجنات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا وريا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إن العذاب وإن مساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير عند ربك ثوابا وخير مردا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مآلك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال له تين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين كلا سيكفرون بعبادتهم كلا سيكفرون بعبادتهم كلا سيكفرون بعبادتهم تكاد السماوات تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتمشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا ترجمة نانسي قنقر